رياض مدارس الوطن العربي الصف الثالث مادة التربية الإسلامية درسنا اليوم تحريم الغش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على تاجر يبيع قمحا فوجد فيه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله أصابته السماء أي ابتل بماء المطر قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني حكم الغش في الإسلام حرام لأن فيه خداعا وظلما للناس فقد حرم الإسلام الغش بثوره جميعها كالغش بالامتحان أو غش التاجر والبيع عليك يا عزيزي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن لا تغش لتنجح بجدارة واستحقاق والآن لنحل الأسئلة معا السؤال الأول معنى أصابته السماء هو أحسنتم ابتل بماء المطر السؤال الثاني ضع إشارة صح أمام العبارة التي تمثل السلوك الصحيح وإشارة خطأ أمام العبارة التي تمثل السلوك الخطأ ألف نقلت طالبة إجابات الأسئلة من زميلتها في أثناء الامتحان ما هو السلوك؟ خاطئ أحسنتم با حرص التاجر على إطلاف المعلبات الفاسدة ما هو الجواب؟ صحيح أحسنتم جيم تعمد التاجر إخفاء عيو بسيارته حتى يبيعها ما هو هذا السلوك؟ خاطئ أحسنتم السؤال الثالث لماذا حرم الله تعالى الغش في البيع؟ أحسنتم لأن فيه خداع وظلم للناس هيا لنكمل الحديث في السؤال الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته؟ أحسنتم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منه؟